موسيقى الثانية عشر والنصف بتوقيت الجزائر الواحد والنصف بتوقيت القدس المحتلة الظاهرة من الوطن الجزائرية وتتابعون فيها بعد 26 سنة من تأسيسه اتحاد المغرب العربي يبقى حبيسة ايديولوجية تحكمها سياسات دول المنطقة موسيقى احتجاجات عين صالح تدخل يومها الثامن والاربعين والحكومة تواصل صم آذانها موسيقى السيسي يخرق قانون دول الجوار بدعوة مجلس الأمن إلى استصدار قرار بالتدخل العسكري في ليبيا السلام عليكم تمر اليوم الذكرى السادسة والعشرون عن تأسيس اتحاد المغرب العربي مشروع وحدوي ولد في ظروف غير التي مر بها طيلة هذه السنوات عملت على تهديد وجوده ونتائج أهدافه فهذه الهيئة ظلت حبيسة سياسات وأديولوجيات بعض أنظمة المنطقة مجال الشعوب متلهفة ليوم تجسد فيه الوحدة على أرض الواقع بمثل هذا اليوم كان تأسيس اتحاد المغرب العربي هذا المشروع الذي لم يعمر طويلاً رغم أن الظروف التي نشأ خلالها ليست هي نفسها التي صاحبت فقد تأسست هذه الهيئة بعد موافقة أغلب الدول العربية من الجزء الغربي لشمال إفريقيا بتاريخ السابع عشر في فري تسع وثمانون تسعمائة وألف بمدينة مراكش وهذه الدول هي ليبيا تونس الجزائر والمغرب وموريطانيا ولعل توتر العلاقات بين الجزائر والمغرب تحديداً كان القاسم الذي أجهض المشروع مع مرور الوقت ما جعله يبقى في أدراج المسؤولين منذ ظهوره دون أن يتحول إلى واقع كما تم التخطيط له بسبب طبيعة اقتصاد هذه البلدان وكذا تمسك البعض بالأيدولوجيات وسياساتها اتجاه قضايا المنطقة فرغم الاجتماعات الدورية لقادة هذه الدول بداية من تسع وثمانون تسعمائة وألف إلى أن أجل الرئيس بوتفليقة اجتماع الذكرى الثالث والعشرين وتدهورت الأوضاع حينها بداية من استياء ليبيا من عدم تضامن الدول المغرب العربي معها في مواجهة الحصار الدولي الذي تعرضت إليه بسبب قضية لو كيربي مروراً بتورط المغرب في تمويل الجماعات المسلحة وترويج المخدرات في الجزائر أصولاً إلى ثوارات الربيع العربي وعدم استقرار بعض الدول سياسياً هي أسباب جعلت من مشروع اتحاد المغرب العربي جنيناً مشوهاً ولد بدون إرادة ولا نوايا جد لا ربما لن يصل إلى هدفه الذي ولد لأجله يوماً ما إلا إذا تغيرت حسب المتتبعين العقليات المهيمنة على دوليب الحكم وفق مبدأ التنازلات وخدمة الشعوب المتعلقة بالوحدة التي ستظل تنتظر أن يتحقق ذلك في الأفق البعي وعد وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون بالقضاء على أزمة السكن في الجزائر خلال ثلاثي الأول من عام 2018 مطمئناً أن انهيار أسعار النفط لن يؤثر بأي شكل من الأشكال على المشاريع السكنية المدرجة دمن البرامج بمختلف السياغ تبون في جولة لولاية قسنطينا طمأن أيضاً أن جميع المشاريع الخاصة بتظاهرة عاصمة الثقافة العربية ستكون جاهزة في الموعد برغم التأخر الكبير الذي تسجله مختلف المشاريع التي جعلت من ولاية قسنطينا ورشة مفتوحة ما يعيق الحياة اليومية للسكان أكد وزير المجاهدين الطيب زيتوني أن دائرته عازمة على القيام بعملية مسح شاملة لجميع الشهادات والوثائق المتعلقة بالثورة التحريرية وذلك من أجل ضمان كتابة التاريخ بكل أمانة هذا وأعلن زيتوني لدى نزوله ضيفاً على منتدى الإذاعة الوطنية عن تنظيم ندوة دولية لتجريم الاستعمار شهر ماي المقبل جليل بالحش ركز وزير المجاهدين الطيب زيتوني لدى نزوله ضيفاً على منتدى الإذاعة الوطنية على ضرورة كتابة تاريخ الثورة التحريرية بكل أمانة من خلال جمع الشهادات الحية والوثائق من صانعي الثورة الآن في عملية مسح شاملة بعض التربع الوطن في أولى مسح شهادات من أقوى صانع الضوء في الوقت الجيل كذلك المسح شامل بالنسبة لجنع كل ما ما له علاقة بطور التحرير الوطني والمثائق التي لها علاقة بالتراب الترابي وفريق المنطبين بطور التحرير الوطن الجيل في المعالم التاريخية الجيل المواقع التي وقعت فيها يعني تأتيب وتنكين وتغيير في كل نسل وقت وزير المجاهدين وعشية الاحتفال بيوم الشهيدة أكد أن أمانة الشهداء تركة ثقيلة ورهان على عاتق الشعب الجزائري يتوجب علينا على الأقل تبليغها إلى أجيال المستقبل وفي إجراءات جديدة صرح بها الوزير تتعلق بإعادة الاعتبار للمتاحف الوطنية حيث ستزود هذه الأخيرة بمجالس علمية تكون تحت إشراف أساتذة وباحثين جامعيين لتكون مركز إشعاع فكري وتاريخي للأجيال الصعيدة كما أعلن زيتوني تنظيم ندوة دولية حول تجريم الاستعمار الفرنسي شهر ماي المقبل تدخل احتجاجات سكان عين صالح يومها الثامن والأربعين دون تحرك من الحكومة في مشهد يحب انسداد الحوار بين الطرفين وإسرار كل جهة على موقفها ما يجعل الوضع مهددا بالانفجار حسب متتبعين خاصة بعد دخول المعارضة وهيئات المجتمع المدني على خط المواجهة بالخير معافا يبدو أن ملف الغاز الصخري لن يطرأ عليه الجديد بدخول الاحتجاجات بعين صالح وعديد الولايات يومها السابع والأربعين دون رد واضح وصريح من الحكومة بشأن وقف حفر آبار الغاز الصخري رغم أن المحتجين والخبراء والمختصين إضافة إلى هيئات المجتمع المدني المختصة بحت أصواتها من مطالبة الحكومة بذلك الحكومة الجزائرية أضحت في موقف محرج أمام الشعب والعالم أجمع عندما تتحدث شركة تطال الفرنسية عبر موقعها الإلكتروني بأنها في مرحلة متقدمة من استخراج هذه المادة الطاقوية رغم أن الحكومة صرحت في عديد المناسبات بأنها ليست بصدد استغلال الغاز الصخري في الوقت الراهن والأمر لا يعد عمليات استكشافية تجربية محتجوا عن صالح وطيلة 47 يوما لم يكلوا ولم يتراجعوا عن مطلبهم الوحيد الذي ظلوا صامدين لأجله بساحة الصمود بعين صالح رغم الإغراءات والضغوطات التي تعرضوا لها في عديد المرات ورغم محاولة إقناعهم من قبل من يحسبون على السلطة إلا أن هؤلاء لا زالوا عند مطلبهم الواضح بوقف حفر آبار الغاز الصخرية يبدو أن الوضع وصل إلى الانسداد في ظل الصمت المطبق على الساحة وسيكون حسب متتبعين يوما الرابع والعشرين في فري ذكر تأميم المحروقات يوما مفصليا في قضية استخراج الغاز الصخري بعين صالح خاصة بعد دخول المعارضة وبعض الساسة على الخط وهو ما يجعل الجزائر على صفيح ساخن لا يبرد حدته إلا مسارعة الحكومة لإرضاء كل الأطراف مع العد التنازلي لموعد ندوة الإجماع الوطنية التي أطلقتها جبهة القوى الاشتراكية يواجه لففاس صعوبات كبيرة في أقناع المولاة قبل المعارضة بجدوى الانخراط في مسعاه خاصة بعد اللقاء الأخير الذي جمعه مع عمار بن يونس الذي اشترط عدم حضور قيادات الفيسي المحل حمزة عقون لا يبدو أن التطمينات التي يطلقها السكرتير الأول لجبهة القوى الاشتراكية محمد نبو من منابر الندوات الصحفية بشأن مبادرة حزبه كفيلة بتبديد شكوك الفشل التي باتت تحاصر مبادرة الإجماع الوطني شكوك تتعزز من يوم لآخر بشكل أدخل مساعي الأففاس حقل ألغام الشروط المسبقة والتي يسمعها وفد عميد المعارضة في جوالاته المكوكية عبر مقرات أحزاب حلفاء برنامج الرئيس بوتفليقة وإن بمسميات مختلفة أحزاب الموالات لا يبدو أنها كانت تعني ما تقوله عندما أبان الأففاس عن عزمه إخراج ورقة بيضاء في وقت اشتد عود وحدة المعارضة في ندوة تاريخية جامعت متناقضات كانت إلى وقت قريب من طبوهات المشهد السياسي في الجزائر فقوبل مسع ورثة الدالحسين حينها بالثناء والإشادة لدرجة استبشر معها متفائلون بأن السلطة قررت أخيرا تجاوز حالة الانطواء في حين رأى آخرون أن أصحاب الحل والربض قرروا فقط تدخيم ذلك الصوت النشاز في صف المعارضة ما يعزز هذا الطرح هو تغير تعاطي أحزاب الموالات اليوم مع المبادرين بفكرة الإجماع الوطني فقد خفض سقف الثناء إلى مسويات دنيا تضمن كرم اللباقة والضيافة في مقابل ارتفاع سقف الشروط التي تمثل فيها شرعية المؤسسات إضافة إلى خط الرئيس الأحمر العمود الفقري فقد تقاطعت تصريحات عمار سعداني وعبدالقادر بن صالح وعمار غول وغيرهم من حلفاء الولاء في شروط يراها مراقبون تعجيزية وإقصائية طالت حتى أجندة المبادرة وقائمة مدعويها بشكل يضع ورقة الأففاس على كف عفريت ويهددها بالولادة الميتة في ذات السياق وجد السكريتور الأول لجبهة القوى الاشتراكية صعوبة كبيرة في الإجابة على أسئلة الصحفيين لذا نزوله ضيفا على منتدى جريدة لبرتي لسيما تلك المتعلقة بشروط المسبقة والتعجيزية التي فرضتها أحزاب المولاة على الأففاس في إطار جولته الثانية من المشاورات كما طلب نبو الجيش بالالتزام بالمهام الموكلة لاه دستوريا والمتمثلة في حفظ أمن وسلامة المواطن والدفاع عن الوحدة الترابية للوطن مؤكدا أن الحديث عن شرعية المؤسسات والرئيس لا معنى له مبديا عزمه إقناع السلطة للمشاركة في الندوة واستعداده لعقد ندوة للإجماع الوطني حتى دون أحزاب المعارضة التي قطعتها في إشارة لتنسيقية الانتقال الديمقراطي تعرف الجزائر هذه الأيام ارتفاعا كبيرا ومتواصلا في أسعار مختلف المواد الاستهلاكية وضعية أثقلت كاهل المواطن الجزائري مع التراجع المستمر في القدرة الشرائية خاصة وأنها مرشحة للارتفاع أكثر في الأيام القليلة القادمة رفيق حدد ارتفاع جديد في مختلف أسعار المواد الاستهلاكية ألهبت جيب المواطن الجزائري وأثقلت كاهله خاصة في ظل التراجع الكبير والمتواصل للقدرة الشرائية من جهته رئيس جمعية حماية المستهلك مصطفى زبدي اعتبر أن حجم الارتفاع المسجل غير طبيعي والحجج المقدمة وهي حيث لا تتوافق الزيادة المعلنة وتدني قيمة الدينار لا يمكن أن يختلف إثنان أن هذه الزيادات موجودة إما كانت في المواد الأساسية أو حتى في بعض الخدمات والأسف الشرائية وعلى سبيل المثال من المواد الأساسية شوفوا أنه مثلا سعر القهوة ارتفع بـ 25% 25 بيئة رأيه رقم مهيب كبير إذا كانت استبريرات تدني قيمة الدينار فإن الدينار لم يتدنى بـ 25% وبالتالي الزيادات المعلنة لا تضاهي تدني قيمة الدينار ضرورة تسقيف المواد الأساسية مطلب جدده مصطفى زبدي لحماية القدرة الشرائية للمواطن في ظل فوضى الأسعار والتي لم تعد خاضعة لقانون العرض والطلب ونعيد دعوة لابد من تسقيف هامش الربح بعض المواد الغذائية لابد خاصة في مجاري الخضر والفواكه الموسمية لأن السلسلة التجارية كما نراها سلسلة تجارية هي التي الآن تكون سببا في نزيف جيب المستهلك من غير المعقول أن يكون الفلاح والمستهلك الخاسرين هناك بعض المواد الأساسية نرى أنه لزام تسقيف هامش الربح فيها مع التراجع الكبير للقدرة الشرائية للمواطن البسيط وارتفاع الكبير في سعر مختلف المواد الاستهلاكية هل يستطيع المواطن الجزائري تحمل هذه الوضعية المتفاقمة؟ إلى الأخبار الدولية الآن حيث دعى رئيس السلطة الإنقلاب في مصر عبدالفتاح السيسي مجلس الأمن بمنحي تفويض لتدخل عسكري في ليبيا يكون بتشكيل تحالف دولي وأسفرت الغرات التي شنتها الطائرات المصرية على مدينة درنا ليبيا عن سقوط العديد من القتل والجرح من نساء وأطفال وأكدت القاهرة في هذا الصدد أن عمليات سلاحها الجوي هي بمثابة دفاع شرعي عن مواطنيها في الخارج من جانبه اتبر رئيس حكومة الإنقاذ الوطني في ليبيا عمر الحاسي الغرات المصرية بمثابة العدوان الآثم والاعتداء على السيادة بلاده وهو الأمر الذي يعد خرقا للقانون الدولي ومثاق الأمم المتحدة توالت الضربات الجوية المصرية على مواقع تابعة لما يسمى جند الخلافة في ليبيا بعد إقدام الأخيرة على إعدام 21 قبطيا مصريا نحرا ما جعل مراقبين يتساءلون عن مستقبل الحل السياسي في البلاد بعد أن دخل السيسي المستنقع الليبي عسكريا السيسي سيدخل مستنقعا مجهولا من بابه الواسع مع قيام الطيران المصري بعمليات ضد أهداف في درنا معقل تنظيم داعش في ليبيا البلد الذي بات اليوم واحدا من أكثر المناطق سخونة تنظيم داعش الذي بث شريط فيديو مصور عن إعدام 21 قبطيا مصريا وإن غضى الطرف عن التقنيات العالية وإمكانات الإنتاج الضخمة التي عودت تنظيم عيون المشاهدين عليها فإن توقيته المرتبط بصفقة بيع طائرات فرنسية إلى الجانب المصري ذات دلالة واضحة بحسب متابعين علنية مبيتة لدى الغرب في إدخال مصر إلى المستنقع الليبي لتدخل عسكريا في هذا البلد الذي تعصف به رياح الانقسام بين أبنائه على الرغم من أن وسائل الإعلام المصرية الحكومية منها أو التي تدور في فلك النظام الانقلابي تهلل لضربات الطيران المصري إلا أن مراقبين يتخوفون من هذا التدخل الذي قد يتحول إلى تدخل بري من شأنه أن يعقد من مأمورية البلدان التي تسعى إلى إنقاذ المشهد الليبي بعيدا عن تدخلات العسكرية التي أثبتت في غير ليبيا أنها مدعاة لمزيد من التوتر والخراب خاصة أن الذين دفعوا ثمن الطلعات المصرية أطفال ونساء إلى الآن فهل ستقف هذه الأخيرة لتشاهد هذه الضربات التي ينفذها نظام انقلابي وترعاه دول غربية يتسأل متابعون كشفت صحيفة ديماركر الاقتصادية السهيونية عن مصادقة مصادقة ما تسمى اللجنة المحلية للتخطيط والبناء في القدس على خطة بناء واسعة تشمل بناء 5232 وحدة استيطانية جنوبية القدس المحتلة بالتزامن مع جهود حثيثة تقودها السلطة الاحتلال بالتزامن مع انتخابات الكنيست من جهة أخرى حذر المفتي العام للقدس الشيخ محمد حسين من رمالله من أن تدنيس المقدسات هو لعب بالنار على خلفية اعتزام رئيس وزراء الاحتلال بن يامين نتنياهو ابتحام وتدنيس الحرم الإبراهيمي كورقة انتخابية يلجأ إليها المسؤولون والصهاينة عشية الانتخابات إضافة إلى ارتكاب مجازر تكون عربون وفائهم لناخبيهم يتواصل مسلسل العنف في اليمن أين أسفرت اشتباكاتهم بين جماعة الحوثي والقبائل بمدينة البيضاء عن سقوط قتلى من الجانبين في حين انسد الهذوء الحذر مدينة عدن بعد مواجهات مسلحة بين مسلحية لجاني الشعبية وقوات الأمن الخاصة هذا واندلعت المواجهات عقب محاولة مسلحية الحوثي السيطرة على الطرق الرئيسية بمحافظة البيضاء والوصول إلى مدينة الزاهر التي تعتبر بوابة المحافظة على المناطق الجنوبية يأتي هذا في وقت أمهل مجلس الأمن الدولي الحوثيين مدة 15 يوما لرفع السيطرة على الهيئات الحكومية وإطلاق سراح رؤساء الجمهورية والحكومة عبدرب منصور هادي وخالد البحاح وصفت الخارجية الروسية أمس للاثنين العقوبات الإضافية التي قررها الاتحاد الأوروبي على مسؤولين روس بالفارغة وغير المتكافئة وغير المنطقية ومتهمة الاتحاد الأوروبي بمحاولات التقرب من كييف دون تحليل دقيق لأسباب الاقتتال شرقية أوكرانيا من جانب آخر عبر الكاتب الألماني جونتز جراس الحائز على جائزة نوبل الأدب عن مخاوفه من بوادر حرب عالمية ثانية والانجراف نحو نوع جديد من الحروب تشكل فيها الانترنات والعقوبات الاقتصادية سلاحا جديدا موازاة مع أشكال تقليدية للحروب مستدلا بنزاعات مسلحة عبر مناطق مختلفة من العالم وبهذا نصل إلى نهاية النشرة وهذا أبرز ما جاء فيها بعد 26 سنة من تأسيسه اتحاد المغرب العربي يبقى حبيسة ايديولوجية تحكمها سياسات دول المنطقة احتجاجات عين صالح تدخل يومها الثامن والاربعين والحكومة تواصل صم آذانها موسيقى السيسي يخرق قانون دول الجوار بدعوة مجلس الأمن إلى استصدار قرار بالتدخل العسكري في ليبيا شكرا لكم على كرامي المتابعة السلام عليكم موسيقى